أم ورد من الأردن تقول بعت لزوجي ذهبي كله لمشروعه بعد انتهائه من المشروع طالبته بإرجاع الذهب أنكر ورفض أن يرجعه وقال لي لديك بيت وتلفون ما حكم هذا الزوج أم ورد بارك الله فيك أنت محسنة ومتصدقة ومتفضلة على زوجك والواجب عليه أن يرد لك المال كما أخذه منك بهذه النية فما دام أنك بعت الذهب تساعدين زوجك وأقربتي هذا المال فيجب عليه أن لا يجحد لأن جحد المال بمثل هذا يجعل الإنسان ظالم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني ظلم ظلم يحل عرضه وعقوبته ولذلك زوجك لازم يفهم بأنه إذا جحد أصبح الآن في خانة الظالمين والله لا يحب الظالمين نسأل الله العافية والسلامة الأمر الآخر يقول لك عندك بيت وتلفون هذا لا يعني بأن الإنسان يتسلط على مال زوجته ما دام عندها بيت وتلفون وسيارة على هذه أصبح إلا أن الناس يتسلط بعضهم على بعض ما دام الله عندك الآن لو اقترت من شخص آخر مبلغ مالي ثم طالبك بالسدان تقول والله أنت عندك راتب وعندك بيت وعندك سيارة ما أسددك أعوذ بالله ما هذا الفهم السقيم ولذلك تلفاضلة أنت الآن بين خيارين إما أن تسامحين زوجك وتجعلين هذا صدقة وتؤجرين على ذلك أجر عظيم أجر عظيم عند الله عز وجل وتحافظين فيه على زوجك وعلى بيتك وعلى أسرتك أو أنك تطالبين وهذا حق مشروع كفلته الشريعة لك تطالبين بهذا المبلغ بل إذا أخذ المال بنية الشراكة فإن لك حق في هذا المشروع إذا أخذ المال بنية أنك شريك معه لك الحق الكامل في هذا المشروع يا أختي الفاضلة أم ورد ترجمة نانسي قنقر